أريد أن تقرأ هذا اليوم على التاريخ الفلسطين بطريقة محايدة من جميع الجهات هذا ما أريد أن أفعل أي شيء نتفرج فيها دخل فيها الدين دخل فيها البكاء دخل فيها الأخرين أريد أن أتقرأ بذلك من لن يتقلب على ذلك الإنجليز ذلك البلانات وماذا كان في ذلك الوقيت التقال هذا مميزة يا صاحب بلانات تقرأ ذلك تقرأ ذلك الإسرائيل تقرأ ذلك اليهود تقرأ الفلسطين في النهار الأول ماذا كانوا يفعله؟ كانوا يمشيوا تقرأ بنغوريون الذي كان واحد من القادة الإسرائيل أول رئيسه تقرأ صعب تقرأ ذلك لا يزور الأماكن المقدسة لا يزور الجوريزاليام أحدث ثلاث سنين على بجل الفلسطين المستعمرين كانوا يسمون رأسهم كولونياليست في ذلك الوقيت وأراضي الذين كانوا يشدوا وكانوا يشارعوا كانوا يمشون كانوا يمشون الجهة للتلافيف ودوكرو بلايس الفلاحة لم يكنوا مصوقين للأراضي المقدسة التي دبعها الصداع من الأول لم يكنوا مصوقين للأراضي المقدسة سكانت حركة تؤثرت أن أعلمانية أصدرته في الأوائل من بعد بدأوا يدخلوا في الدين ومن بعد تقسموا الفصائل الإسرائيل ثلاثة الفصائل والذين كانوا متشددين فيهم ومن الذين بدأوا يربحوا أما الجهة البرنقوريون كانوا كانوا قليلا مع أنهم يفرقوا الأرض وفي طريقة لم يكن لديهم مشكلة أخرى قال لك لا لديهم كانوا يمشون أصحابي يدعون المستوطانات في السهول والبلايس الغنية وبعد ذلك تستمتلك تلك الأغنية الفلسطينيين تلك العائلة الحسيني ومعهما كانوا شرماء عائلة تلك العائلة تلك العائلة حاكمين الوضع في 1800 في المنطقة إمبراطورية العثمانية ويقابون الضرائب ماذا ماذا دارت؟ دارت لهم تلك العباة في الصقوق الملكية يجبهم تلك الأغنية ويجبهم ويجبهم والأراضي وكيف يعملون عندهم الناس هذه العائلة الكبار من جلونات ديال حيث العالمي 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 أصلهم من فلسطين كانت واحدة من العائلات العالمي عائلة عربية ممتدة مقدسية أصلهم من القدس كانت من العائلة الغنية العالمي العالمي من الأشرف في المغرب نزلت القدس واستقر فيها منهم جماعة أقامت في لد وغز مغاربة 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 نحن مقتلين في فلسطين كلها صعبة فلسطينيين مغاربة إسرائيليين مغاربة نحن بوحدنا مخاريين في ذيك البلاد أعتقد أن نحن مدبزين مع رأسنا مغاربة مع مغاربة ووحدين يقتلون المغاربة كون يعرفوا بعضية صعبة كون تصالحوا هذه الحل عائلة العالمي عائلة عارقة من شرفاء لأدريس الحسنين قدمت إلى القدس من المغرب في زمن الممالك وخرجت من الكثير من العلماء والفقهاء والمفتيين الصوفية وكان أشرهم الشيخ الصالح محمد العالمي والتاويت يقول في أواخر العهد العثماني عائلة العالمي تولت وظائف دينية وإدارية مهمة في القرن 19 كانوا هم اللي كانوا شدين كانوا شدين يا صاحبي كانوا شدين بزعب قد أجر محمد إلى غزة قادت غزة كان مغريبي فأحضر أولاده وما لو توطن فيها فعرف هذا الفرع من الناس الوفاء في غزة باسم عائلة وفاء العالمي وظهر منهم علماء وأعيان كبار كما هي الحرف القدس وظهر أيضا فرع في اللد تشارب الجد السعودي العالمي أهل العالمي فرع أخرى في بلاد الشام أعرف هذا المغاربة لا تستطيع أن تتسلم تسمي جاء أسمينا المغرب من المملكة المغربية وبيتداز هم اللي باعوا الأرض الإسرائيل لا 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 هذا ما قلت في اللغة خاطئة أشرب ديلا لم يكنوا باعوا الأرض الإسرائيل لن نبدأ بالنسبة لك ما قلت لكم في اللغة الخاطئة هذا ليس باستطيع قد يونا هذا الأشرف هم اللي كانوا يبيعون الأرض الإسرائيل اليهودين ببعا يشاربون من عندهم الأراضي وكانوا يشرون من عندهم الأراضي الوحراء ليس ليش يشرون من عندهم أراضي ليس لديهم علاقة بالدين ليس ليس فقط ليس مصوقين في اللغة كانت حركة علمانية حركة الصهيونية وكان لن يكون لم تسمى كثيرا يهودين في اللغة الأغلبية في أحد الوقت في أشكاة النغليز كانوا يحاولون أن يستخدم الناس يأتيوا إلى الإسرائيل توجد أحد أحد يريد أن يأتي الإسرائيل في الفلسطين كانت أسمي فلسطين في الـ Mandate من الـ Mandate من درجة A كانوا قسمي الماندات إلى أحد درجة من درجة A هي الدولة التي ستجعله مستقلة ثم كانوا يريد أن يأتيوا إلى أحد توقع هذا البلان في الهولوكوست يجب أن يأتيوا إلى فلسطين يجب أن يأتيوا إلى فلسطين فلسطين كانت أسمي جاءت من المملكة المغربية مولانا القطب الزاهد محمد عبد السلام بالمشيش يجب أن يأتي هذا المشيش يتركز أبناء العالمي في فلسطين وغزة والأردن والمغرب واحدة من أكبر عائلة فلسطين مغربية لديهم حسيني والعائلة الحسيني منها العائلة التي حكمها في الأردن كان جدهم كان أميل الحسيني وكان واحد من عائلتهم كان يوعده الإنجليز على أنه يكون هو الرئيس الجمهورية العربية الذي يجمع الحزق كامل الأردن، العراق، السعودية كل شيء كان يجمع كل شيء في دولة عربية واحدة ويكون هو الرئيس أو الملك وهذا الحسينيين حكمها ولكن لديهم علاقة مع الحسينيين لا يوجد الأردن أعطوه الهاشيمي أعطوه الأردن وأعطوه حتى العراق هذا هو الحسين بن محمد الهاشيمي والمؤسس المملكة الهاشيمية وهذا هو ملك العرب ولده في الإستانة ولده ولده عبد الله ملك المملكة الأردنية ولده فايصر فايصر كان أول ملك المملكة العراقية سيجمع الحزق كاملة في دولة واحدة الأردن، العراق وهذا كان شد مكة يعني كان شد السعودية تخرجوا عليه هذا الوهابيين وفرعه السعود فرعه سيجمع الحزق ولكن في ذلك الوقت كانوا فقارة أصحاب السعودية وكذلك البلانات كاملة لم أرى واحدة صورة هذا الملك فاروق الملك فاروق الملك فايصال السعودية وعليصر الملك الأمير الكويت في الحضرة الملكة كانت في مصر مصر حاكمة لم يكنوا فقارة أو الكلاب لم يكن يقلسوا في الحضرة الملكة الملكة هذه الصورة تخذت بمناسبة تبرع تبرعات لهم مصر بمعونات مالية لأنه كانت لديهم المجاعة في الخليج العربي من المرة لم تتسلت الحرب ولد هذا الشريف هذا الشريف هذا الشريف مكة الذي سيكون ملك العرب لماذا؟ هذا ولده ولده هو هذا فايصال كان ملك العراق قائد الثورة العربية وحاكمة الملكة العربية السورية كان الملك الساهد السوري حيث الفرنسيس ثم كان ملك على العراق الملك الأول والآخر للمملكة العربية السورية والملك العراق كانوا قسمينة صاحب البنازون هذا هو حييم ويزمان حييم ويزمان هو الرئيس من الطعمة العالمية هنا حييم ويزمان حييم ويزمان أشهر شخصية صهيونية في التورات الصهيوني بعد تيودر هيرزل وهذا ويزمان هو الأهم في استصدار وعد بالفور كان ساينتس في الجيش الإنجليز وكان عنده كونتاكت مع القوات كاملة من بعد سيكون رئيس المنظمة الصهيونية من 1920-1946 ومن بعد سيكون هو أول رئيس الإسرائيل هنا تصويره الشف الصهيونية العالمية مع المالك العراق سوريا ولد المالك الأمير ماذا قلت له الرسالة؟ ليس رسالة ماذا قلت له خطاب وقعوا ويا واحد الصلح على أساس أنه سيقعونهم باش ينشؤوا الدولة دي الإسرائيل ماذا قال له المالك دي العراق لولد عم المالك دي الأردن لذا بحاكمين نحن العرب ننظر بتعاطف كبير إلى الحركة الصهيونية إن وفدان المفاوض الموجود هنا في باريس مطلع بشكل كامل على الاقتراحات التي قدمت الباريحة من قبل المنظمة الصهيونية لمؤتمر السلام ونحن نعتبرها معتدلة ومناسبة وسوف نبدل أقصى جهدنا لمساعدتهم ونرحب باليهود للعودة إلى الوطن أتطلع أنا وشعبي إلى مستقبل نساعد اليهود فيه ويساعدنا اليهود فيه لتعود البلدان التي لدينا بها الاهتمام المشترك لتأخذ مكانها مجددا في عالم المجتمعات المتحدرة في العالم ما هي الأصل هذه المشاكل من الانجاية إنها مختلفة بشكل مختلفة كيف يسحب المقاومة هذا ما تبدل الحياة تبدلات الصلاة هذا الملك من الأردن والد من الملك من الأردن والملك من العراق والملك من السورية في ذلك الوقات وهو معه دار بين بجوجهم الكوفيات ويسحب المشترك في الوطن ويسحب المشترك في الحرب ويسحب المشترك في الحرب لا أفهمك كما تلك الحياة كانوا مطبعين وكانوا أنفسه هذا هو عملة صلاة الملك فايصال ويسحب عملة صلاة لا أقصد على هذا العملة الأمير فايصال مع حايم فايتسمن اتفاقية فايصال ويتسمن ما قاله؟ لا يجب أن يسود جميع علاقات والتزامات الدولة العربية وفلسطين أقصى النواية الحسنة والتفاهم المخلص وللوصول إلى هذه الغاية تؤسس ويحتفظ بوكالات عربية عربية ويهود معتمدة حسب الأصول في بلد كل منهما عند إنشاء دستور إدارة فلسطين تتخذ جميع الإجراءات التي من شأنها تقديم أو فضمانات لتنفيذ وعد الحكومة البريطانية المؤرخة في اليوم الثاني من شهر نوفمبر سنة 1917 يجب أن لا يسن نظام أو قانون يمنع أو يتدخل بأي طريقة ما في ممارسة الحرية الدينية ويجب أن يسمح على الدوام أيضا بحرية ممارسة العقدية الدينية والقيام بالعبادات دون تمييز أو تفصيل ويجب أن لا يطالب قط بشروط دينية لممارسة الحقوق لمدينية أو السياسية ستة شرطة إن الأماكن الإسلامية المقدسة يجب أن توضع تحت رقابة المسلمين تقترح المنظمة الصهيونية أن ترسل إلى فلسطين لجنة من الخبراء لتقوم بدراستنا الإمكانيات الاقتصادية في البلاد وأن تقدم تقريرا عن أحسن الوسائل للنهوض بها وستضع المنظمة الصهيونية اللجنة المذكورة تحت تصرف الدولة نال عربية بقصد دراست الاقتصادية في الدولة العربية وأن تقدم تقريرا عن أحسن الوسائل للنهوض بها كل نزاع قد يثار بين الفريقين المتنازعين يجب أن يحال إلى الحكومة البريطانية للتحكيم يجب أن تحفظ حقوق الفلاحين والمزارعين المسجرين العربية كانوا أغلبيتهم غير مستعجية على النصات في الناحين كانوا مساكن لكل أغنية بدأوا يبيعوا الأراضي ديالهم ليود وليود يأخذهم كي يجريوا على العرب ويبدأوا يجيبوا الناس ديالهم ويجبوا أن يساعدوا في سيريا من نحو التقدم الاقتصادي صفر الملك إلى بيرن سويسرا لرحلة علاج وبعد السبعة أيام أعلم عن وفاته قيل أن الممرضة التي كانت تشرف على علاجه لها علاقة بموته سممته بذل السم في الإبر التي أوصبه الطابع وشككت في دور بريطانيا في القضاء عليه وفات ذكر أن الوفات هو تصلب الشرعين ورجعت الممرضة البريطانية التي كانت ترافقه سبب سواء التسمم بالزرنيخ التي أذيب في الشاي الذي شربه قبل وفاته بساعة ويذكر طبيبه الإنجليزي هاريس أندرسون آخر أقوار فايصال كانت لقد قمت بيواجبي فلتعيش الأمة من بعدي بسعادة وقوة واتحاد الأمة ديالك الصات ما عاشت لا سعادة لا قوة ولا اتحاد علش غادي أخدو حيث كان ما عارفش شوفوش ما بغاش معهم شي بلان سمدفون في الضارح الملكي في بغداد ولدو غادي يقول اسمه الملك غازي الأول غازي هذا كان ملك العراق ماذا يقول هذا؟ الثاني مولوك المملكة العراقية حكم في 8 سبتمبر 1933 ووقيت هذه العراق ومات في 1930 ولماذا لم تكملت الحرب العالمية الثانية توفيها في حادثة سيئر 1930 تخيل الصاد كنت موت في حادثة سيئر في 1939 حقا لا يوجد طنوبيلات في الطريق في العراق ويأتي في حادثة سيئر عندما ينتي في حادثة سيئر في 1930 ويأتي في حادثة سيئر في حادثة سيئر حقا لا يوجد حادثة سيئر أبو عدو غادي سيئر شوف كيف اجتمز واتا فاك كلهم كم شويقارة في الإنجليز الجوج بنسع مو عالية نشوف كده يرادة عالية مرازهم مرازك زوانة كل شيء دراري عجباس ملكة العراق ملكة العراق حضرة صاحبة الملكة عالية صحة زوانة عالية مرازك زوانة ملك العراق فاكل مفترض 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 قتله في حادثة سيئر غامض مساء يوم الأربعة أربعة سوى ثلاثين بينما يقودوا سيارتها فاصطدمت بأحد الأعمدة الكهربائية التي سقطت على رأسه أدلت زوجته الملكة عالية بشهادتها أنه أوصى في حالة وفاته بتسمية شقيقها الساعة أنا بنت لها دي فشكالة الملكة عالية الساعة دود مطيق تاشز بنت تراري قصنا نرجع ونشوفوا هات الشي ديال العرق رمع جبنيش كيفاش دير خوها الأمير عبدالله هو الوصي على ابني concentradore هو هو أخو الملك الصطبي و هو هو وسي على العرش و كان عندهم وهذا وجه غريبه صعبة أرف الله أقال geometricها ك Antarctica أق cigarettes وصية العرق حتى عام 1953 لم نذلك الأوقات تحت لمجتد nesseJul53 الصطواتlike فأنا يحهبkan أي ننشي وتقتل في 14 يوليو بمهاجمة قصر عام ومعه جميع أفرد عائلته وتم سحل جتتها من قبل الجماعير في جوارع بغداد وتعليقها على بوابة وزارة الدفاع إلا أن الزوجة التالية هيام ناجت من الموت بعد تعرضها لإصابة خفيفة وتم دفن رفاتهم في المقبرة الملكية في الأعظمية يا صاحبي قوة هذا فاتشي ديال فاك يا صاحبي الدول العربية مضلانش بايتنشوف ولده سيدة فيصل الثاني ولي غاي حكم العراق من بعده ولي كنشدلو الحكم هذا شد من كنتروله وباينة صعبة والله تباين باينة ضغية ضغية باينة في خالو كنحاكم بلاس وياك باينة في وجوه باينة خالو كنشدلو الحكم غابديك تضحكة صعبة كاسبان مسكي وجو ديال فيمسي ديال اه ديال الناشاط والزهومة كيلا حكم اللقاء الملك فيصل الثاني اهربية الثلاث القربة وولد عم الملك الحسين بن طالع اللي مات اللي مات السودو تسعين وكي صعب اذا ما تباينك بعيد وورد هاد الملك ديال الأوردن ده برا مرتبطين في هذا ولد عم مواصعب الأولاد لم ينجيب قوضا كان فيها الربو كان فيها الربو كان خاطب للأميرة فاضيلة اممممممممي اممممممم قيAM فايصل صعب علىственный أعمل خطلنا قبل ان لم ي SOLC قبل ان يجوج فاضيلة إبرايهم السلطان والدها الأمير نس cemetery ьюه المحمد علي واحد الدين نس ابه ال الوالي محمد علي باشا نسatin و لإستقبال المالك فيصل الثاني إلا الجميع بوقوع الانقلاب في العراق منحوس أبنطلق لم تعرف عائلة الأميرة خطيبة المالك تفاصيل الأحداث إلى بعد عيام بما صار الأميرة أبدا الله قتله في شوارع بغدال أبدا أنني لم أكن عملت في منظمة اليونيسكو عام ١٨٨٨ جوجة من الدكتور المهندس بالطبع شاهد شاهد من المالك المالك فيصل تجوجة من المهندس خيري أغلو حال بحال نفس الوقت عند الزار جوجة مهندس أصاد لنذهب استقلها أحسن من هذا الفيصل الثاني مازال أعيشها دافا مازال أعيشها عندها ٨٨٨ عام وعيشها في الباري دافا هادي هتكون غادي أصاد تشري الباقات في حانة فرنسا وغطلق معها خرجة شوية وغطلق معها وغطلق معه وغطلق معها لا تعرف تاريخها تبقى الكاميرا يستمر عادية لا تستمر في حياته سوف تتجوج مع الملك العراق الذي كان أخوه سوف يستمر أمه مع هيرتزيل مع الوينز وينزمان الصيوني العالم يا فالسطين قتله وغطت استمعّ سوف ننجد محiques نعم انزل هذا عنها قصة بيصلا وقصة حال وقت موجود والدتها هي الأميرة خان زادة ابنت الأميرة عمر فاروق والد الخليفة العثماني عبد المجيد الثاني عزيط دي الله تعال صاحبة تبعيشها في فرنسا شو رجلا هاتبه موجودة جون الفونس بيغناغ قطسة مدك المنديسة صاحبة صدكات بالكتبات الامبير ديزاند this is very interesting الامبير ديزاند the republic indian السلطة عنده مع التاريخ ديال البنغال والبنجاب جوجة سيستوريا it's very interesting so هي الحفيدة ديال الامبراطورية العثمانية ok alright سوكن غي تجوج بيها في الخرمة تجوج شوية جوجة سبب فرنسا ويدي ماشي مشكل انجينيور من بعد فرنسا المالك فيصل يجلس على كرسي العرش في سن السابع ضيلة وجهة طرشة صاحبات المالك فيصل الصاد فهمتي أستاذ ديال التاريخ وغيمشي تجوج وحدك كنت غد كنت غد تجوج مع المالك ديال العراق بيدا ديال ديال العثمانيين هذا هو فهمتي تتكون passionate about التاريخ لدرجة كتنسمع التاريخ that's fucking amazing الله يلا مقوضت مقوضت الفرنساوية هذا فهمتي مبغاش غير يشوف الطيوري ديال التاريخ مبغال بخاتيك براتيك التاريخ شي شمال هاي so وفاته نارينا غدت مضلقوا هذا التاريخ نارينا غدت مضلقوا هذا التاريخ كان المالك فيصل الثاني قد أعد نفسه للسفر إلى تركيا صباح يوم 14 تموز 1958 وخمسون برفقة خاله عبدالإلهي ورئيس الوزراء نوري سعيد لحضور اجتماعات حلف بغداد على أن يغادر تركيا بعد ذلك إلى لندن للقاء خطيبته الأميرة فاضلة فاضلة إبراهيم سلطان وكان الملك قد حدد يوم 8 تموز 1958 وخمسون موعدا لسفره وكان أكثر اهتماما بلقاء خطيبته من صراع الخطب السياسية في اجتماعات الميثاقي ولكن في يوم سبعة موزرجه وزير المالية بأن يؤجل سفره إلى يوم 9 تموز للتوقيع على قانون الخدمة الإلزامية وقانون توحيد النقد والبنك المركزي لدول حلف بغداد ولهذا وافق الملك بعد الححن وفي يوم موعد سفره في 8 تموز أرسل شاه إيران برقة إقلفيها أنا لديه معلومات يريد أن يبلغها لمجلس دول حلف بغداد واقترح لقاء رؤساء دول الحلف ورؤساء وزرائه وكان يطلقها معنا وقالوا لديه وقالوا لديه معلومات أنا أقرأ بسرعة عن هذا اليوم ما تعتقد أنه سيكون هذا لا تعرف لماذا كان لديه لذلك أريد أن أقلب عليها وليس لا يريد أن أقلبها 14 يوليو 1955 استيقظ المالك على أصوات طلقات نارية هب الجميع فزعين المالك والوصي الوصي هو هذا وذكة الخالق الذي يزرب عليه الأميرات والخدام خرج أفراد الحرس المالكي إلى حضائق القصر يستقصدون مصدر النيران وإزداد رشق الرصاصات والإطلاق نحو الجهات القصر لم يهتد الحرس إلى مصدر النيران لم يهتد الحرس إلى مصدر النيران وإذا بأحد الخدم يسرع إليه مراكدا ليقبرهم أن سمع الراديو يعلنوا عن قيام ثورة ومن شرفة قريبة طلب عبد الإله عبد الإله هو هذا وذكة أخوه أخوه وخمه الذي حاكم بسميه من الحرس أن يذهبوا إلى خارج القصر يرى ما حصل هذا الحرس يخبرون أنه مشاهدوا عددا من الجنود يطوقنا القصر بعد الصيف صار الملك أخبره آمير الحرس الملكي أن أوامير أصدرت لهم بتستواق قصر المرابطة أمامه فتح الميديا سمع عبد السلام عارف الصات هذا هو اللي تقلب عليه صدام حسين قوى هذا صعب عبد السلام عارف كالرادي يشوق مسامعه لا أعرف ماذا القوة هل يمكننا أن نجد هذا؟ أوه البعيانة شيش لنرى هذا هو اللي سمع حل الراديو الملك ويسمعه تريده السلمة للرخاءة للبلاد حرنا في بغداد 14 تموز 1908 عبد السلام عارف الصوت شخص هذا هو هذا هو اللي يسمعه صاحبي حل الراديو ويسمعه الصوت عبد السلامة دود تقرأ ويكيبيديو ويتسمع ذاك شي اللي يتقال at the same time مزيدة صاحبي دود هذا شي ما كانش ممكن هذي 20 عام أوه ربما تقلب على أي حاجة كتلقاه ويجي تسمعه كيفاش كنكي يقدر في الراديو في ذلك اللحظة كتلقى تسمعك كيفاش كنكي يقدر في الراديو في ذلك اللحظة أما رأى الحرس الملاكي الملك بقى النقطعات الجيس المتمرد تستطرس على النقطة الرئيسية أعلن الملك استسلامه طلبة من الخروج مع من معاه خرجة من الملك كل من الأميرة عبد الله وأمه الملكة نوفيسة جدة الملك والأميرة عبدية أخت عبد الله الأميرة هيام زوجات عبد الله الوصيفة رزقية طباخ توركي وأحد المرافقين واثنين من العناصر الحرس الملك ما سيحدث لهم تجمع تجمع روما نوفا صاحب تجمع القيصر روسيا نعم كانت القواعدة صاحب حسن ثاني منع من هذه القواعدة تكتبع لك تجمع ما الذي يزع لها لا يزع لهم تجمع يقتلك قبل كانوا متوحيشين صاحب العرب في هذا الملك تجمعت الأسرة في باحة صغيرة في الحديقة فتح النار تستر العبوسي واضح وضع بعد بوحده من دون أي أوامر أصاب الملك برصاصتين في رأسه ورقبته أصيب الأمير عبد الله في داره ثم رقع في حفته والآخر توفت على الفور الملك النوفيسا الأميرة عبدية تجمعهم بحلاكة وجاهد العسكري هذا بدأت يتيري فيهم جريحة الأميرة هويان في فخدية وتذكر بعض المصادر أن حادث إطلاق النار جاء بطريقة الخطأ من الحرس الملكي الذي رد على الملك العائلة الملكية في منتصف خط الرمي كانت حالة الحمس والارتيبك حملت بعض الضبط من صغر روتاب غير المضبطين من دول انتماءة الماركسية بالشروع في إطلاق النار الماركسيين وليس يروي البعض أن الملك فيصل حمل المصحف فوق رأسه ورفع الرأي البيضاء بيدي وخرج ليسلم نفسه بطريقة سلمية حفاظا على عائلته من الفاناء لكن حدث ما حدث سيتقتل في ذلك الصباح ودفنه ببعد في المقبرة الملكية الأعظمية مع أمي وأبي وجدتي وجدتي مقيلة جدت الملك إلى المستشفى الرشيد العسكري في إحدى غرف العمليات للتحقق من وفاة الملك وحيلات باقي الجدت إلى هنا وعادة جدت الأمير عبد الله التي سحيلات الأمير عبد الله هو ذك لهذا حيث هو الذي كان حاكم بالصح أمسك هو الذي كان حاكم سحيلات يجرى في الطريق وعلقت على باب وزارة الدفاع قبل أن تحرق بقية أوصالها وتلقى في نهر دجلة ماذا سحيلات تعرى عرى الجدت وجروا في الطريق وعلقوها في الباب ذي الوزارة ومن بعد حرقوها ومن بعد رماوها في الدجلة فاكين هاو دود وهكذا أنات أحدث صباح 14 عموز العهد الملكي في العراق الذي راح ضحيته الملك فيصل الثاني الذي وصف بأنه مسكي لدن بنا قتله وعمره 23 عام صعب 23 عام سقطت النظام الملكي في العراق وورث النظام الجديد جهازا حكوميا كفاء نظام اقتصاديا حرا مزدائرا وميزانية متعدلة ومكانش عندهم مشكل في الاقتصاد 23 عام الصعب كان صعبي بغي يطلق مع صعب كون يخليجو صعبي غير يحوي كون خلو يمشي صعبي يدرون القلاب الصعب يكون ساكن مع السيدات في فرنسا عيش حياة حسن من العراق يكون عدمت يكون عدمت عايش هو في السيزي مغوند اسمه عشرين عام صعب مبلانش السؤال هو مع الحسين اللي مات الحسين بن طال من بعد يجيو عبد السلام عارف نائب رئيس الوزراء رئيس الجمهورية العراق قائد القوة يعتني حاكم عراقي بعد الحكم الملكي وهذا عبد الكريم قاسم شو على مستاش كان عنده من بعد يجي عبد الرحمن عارف مقتل الشقيقاء سؤال هذا الذي در انقلاب عليه لم يكن حدث مروحية حسن يعني صعب لا يوجد لا يوجد أن يفرح به هذا الذي در انقلاب والذي تقتل على الدول أخرين سقوط طائرة هليكوبتر سوفيتية في ظروف غامضة وهو بعض وزرائه أبداق بشعر كيف يجيض هذا هو الذي يشد الحكم لا أعرف اسم صعب لا أعرف اسم الرئيس الملوك وقتل ودير الآخر جاي هذا حكم صعب عبد اسلام عارف عبد الرحمن البزاز عبد الرحمن عارف من بعد ستوقع انقلاب البكرة هذا وعاد الانقلاب صدام حسين عراق مقودة العراق صعب وإن شي كامل بش بدينه الملك العراق قدر وعدهم وعد الإسرائيلي اليهود بأن فلسطين تكون ديالهم فقد البكر السلطة تدريجي اليهود صالح ستطان في السبعينة تستقع البكر من جميع المناصب لأسباب صحية ومات 82 لأسباب لم يعلن عليها نزرب عليها صعب اوه مع ستطان حسين ماذا صعب رئيس الجمهوريات العراق ماذا سيأتي من المورة يا ستطان من المورة تصدع كامل سيأتي واحد غي 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 غير 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 صعب الحاكم المؤقت في العراق أتشي كامل واحد القتيلة كاملة باش في الأخير كي يجي واحد دقائق كي يحكم رابعة وتانية تصفيات تصفيات صدام معارضين بغيت الفيديو دي يا لغة صعبية فاش كنت يجمعهم فانسيات اللي راحات رأيس ما يقوم يردد الشعار ويلحق ربا طاهر أحمد أمين طاهر أحمد أمين إسماعيل إبراهيم النجار بدن فاضل ماجد عبدالستار غسان مرهون أحمد إبراهيم صالح محمد مناف الياسين بنادو ما صعبية لعلقة واللي أقرأ اسمه يردد شعار الحزب ويغادر القاعد تغرجي يقول له عفك وش عرضه حسن محمد هذا يدك محاولة 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 علي الكويسي عبدالرحمن الهندوي محاولة 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 يا زوهير 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 علي الظكون للمساء زوهير ليس زهير المريض زهير يحيى اللي بينكم إبراهيم عبدالي العقيد إبراهيم عبدالي الآخر على شيء سيكون بوجهة والبكياس سلطان الشاوي سلطان الشاوي كانوا قلسين حدا بعض إياسهم فهذا كانوا متفاهمين ماذا تفعلوا؟ لا تفعلوا هذا ضده بطريقة أو بأخرى يجب أن يموتوا لكي يشدوا السلطة بطريقة أو بطريقة ما يفعلوا؟ أعداء دياله من البلوب هذا شيء دياس طالين كيف يقتل بنا هذا؟ ما يكفيكم الذي يبقى بالطاعة من حزب الباحث العربي الاشتراكي ماذا يصفقون يا صاحبي ماذا يصفقون من قلبهم؟ ماذا؟ قالوا ما يكفيكم هذا ما يبقى الباحث العربي الاشتراكي حصورة حسنا ماذا يفعلوا؟ لماذا يفعلوا؟ هذا هذا شدوا 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 أنظروا شيئا هيا يا فادي كش بك من ها من الموزة وساط دا 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 بشوي تطلع مهان الدرايري كأن الإدرايري zeit هذا موضوع لا يقل لكم بأنه قتل اسمها هذا لا يقال لقد نسى اسم الشيء باستغلس ما يقل لكم لا يقل الاقاف هادو الخاترين في الحزب ايضا اه شو دايرين على رجل دايرين على رجل هادو اللي موقفوش مبغلش شبن البولي وعصصات شيش مان شيش قدامي اصحابي صدام كان مقوت شي واحد مباشر يطلع اصحابي مش فينش الفيديو كامل مش حال ادفعه ساعة 24 دقيقة ناري اصحابي كانت الحياة الصغيرة اصحابي مش بحالة تشيدة باك متعد يد خلوك تأكيدا لهذه القيم الديمقراطية ناري اصحابي مش بحالة تشيدة باك من أحد الأشخاص اللي متهمين بهذه القضية ورح يحكي لكم هو تفصيليا كيف بدأت عملية الغدر والخيانة لتكوين تنظيم داخل الحزب خارج القيادة والرسائل المتبادلة والخطط المشتركة بما في ذلك التدخل عسكريا من جانب سوريا عن طريق الإسقاط المظلي بملابس عراقية السوريا هذا اللي يجب واللي باعهم هذا اللي يباعهم ماردن المؤتمر داد ما نصد نغرق في هذا تلقى دبجة بشي بيع هذوك الناس بشي ما يقتلوش عائلته هو وراء ميت ميت في انتديك العبا ديال اما تقتلوش العائلة انت سمعون شو يا صاحبي هذا الشي كامل في الأخر الحسن الثاني ما تموتد المولوك يا صاحبي جاءوا المولوك من جميع والحكم جميع جميع الدول يا صاحبي دازوا في في القنازة ديال وهذا كامل اللي كانوا ضده اللي كانوا حاولوا انهم يديروا له الانقلاب وعاونوا وقاع لضده أي حاجة ضده يمولوا هو والقدافي وجمال عبد الناصر وقوى دا صاحبي ومع ديالي قصات ويلو حسن تسعني شريفة صاحبي المسؤولية الفالفة محمد محجوم محمد محجوم خوضة ومن ضمن الأشخاص اللي عندهم علاقة بالمحمد عايش أيضا العضو فرع الشمال اسمه أمجد أمجد جباري لأن كان يذكر بالاجتماع أمجد هاشم أمجد هاشم أمجد هاشم أمجد هاشم أمجد هاشم أمجد هاشم كلهم قاعدين عنه نعم أمجد هاشم أمجد هاشم أخو مرتضى مرتضى عبد الباقي اسمه لا أخو مرتضى صاحبي لا أعرف تسميزه لا أخو مرتضى كردي عبد الباقي أيضا انطرحت مكمرة على أساس محمد يعني يشوفه بفترة أخرى يعني من الجماعة للأعلاقة بشكل مباشر نعم تذلك ورد لفعادة العسرين تمرد الشارطة نعم 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 الأسماء المدنية من الكوادر غالباً غالباً ما تنحي تشي الحقيقة يعني بال بالاجتماعات يقال فلان باستثناء العسكريين ما كان يقال باستثناء وليد وعلى أساس وليد هو اللي يستشار أو يوخذ رأيه بكل المسائل محمد ينقل عن لسان وليد ما كان يحضر يقول وليد كذا ورأيه كذا فما كان تذكر اسمه لا تتعب بها محيلة نعم 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 مو أني أبو عدي بعض الأسماء تدري شيري تعلقني كحتي يعني أنا رحتك أنا ما أي مو تدري بعض الأسماء ربنا ناقص زايد بس أذكرهم حتى إذا نضباط أبو عدي لأن يقول كل شي متحمس هو نفسه محمد يقول هذا كل شي متحمس كل شي متحمس ويانا نعم وكان يصرف يعني يخرج له هاتش دبع لش هدوك يضربوا السيقر بش يبانوا بحركة أنا رأيب إنه لأنه يخدموا وكان أولي قاوية في مطعم الشموع في مطعم الشموع نعم كانوا بوقتي ناري مسكين مول مطعم الشموع قوضة أحد أهو دبارتي تخيل مول مطعم الشموع كيسب عادي في تلفازه بقى الدرسانات طيبة تلكوا مولاد لأدجاج كان من ضمن الأشياء التي نوقشت بالاجتماع أنه ندفع ما جدي يأثر على عدد من المكتب الطلابي المركزي وصار اتفاق بالاجتماع الهيئة القيادية بالهيئة باللجنة القيادية إذا أمكن يطلب من ماجد من خلالي أنه يركز على شسمه على إذا قدر يأثر على محمد دبدب أو فهد الشقرة الحقيقة فهو يعني وعد أنه رح يلتقي بيهم بس مقاهم لها بس ماكو يعني فد ملتقي بيهم شخصيا يعني ما ما أجاني وخبرني لها آخر لحظة ما أخبرني أنه محمد دبدب يعني كسبة وفاة حياة نعرى صعب يجب تسميه ديالشي واحد وفنا ما ظهر ما عرفنا شوش ندخل معاهم لما مدخلش لأن يبدو متردد شوان شوفت يا قل له منعتها الجنين شوفت شوفت منعتها محمد دقنا يجب تسميه محمد دمائي هل يقدر لا لا تقري ما يبدو أعزامي ما يبدو أقول له الله يبدو هل هذا يعمل أبداً بدأت الابتسامة ناري جاعة في الراح ثم أفهموا يجب حتش بدلتهم يديانا لكن ما اصلاش كان تهمي تزعق من المذوق لا عرف يخسعده ما اقدر قلت لي ايش يقول لي حقيقا متردد يعني كان خايف لي أسباب ما يقدر يفاتحه يعني يطلع ويلتقي هو فهد بس قال ما قدر ترى سوي شي فرادي نارك يسمعك يهضروا إلى يا صاحب نار رجلة الخلاق يحاول على كنت يحالي الباطل ده بكون قودة يا صاحب المهم انه ما اجد بجاب انه يعني ما اكو شي الحقيقة ما منع 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 فيفضل انه محي ما تجعل الرفاق اللي وضعت خطة للتحرك عليهم وما صارت صلاوياهم او صارت صلاة وما قدروا يكسبوه نعم رفيق ابو عديلي ناكو عناصر كثيرة الحقيقة طلبنا منهم انه مثلا يسوي لدعوة ويرحيبوا أدبس ما فتح ولا طلب منك افضل تتجاوز نعم والله تصدام رجلة صاحب صدام صدقها رجلة صاحب وقسم فيلا ما قالوا او لا قالوا هدوك الناس اللي ما وصلتوا له هم شو كده بلما تبقى تجبد اسمياتهم غيغة تخلع هم فمزي غيغة تجبدوا هم دكشين عارف راسو شنو كيدير قالوا بلما تجبدوا هم غيغة تدير لهم الخوف النفسي وكده ساجد دوك الولاد اللي ديري لبلاد صعبة صعبة صدام صدام فمزي عندو ضريف ضريف صدقها صدقها شو الفضل اللقطاية يعني باماني لا الغرض ضرار بواحد احد الرفاق بس انت تلتت لمحمد لا بس مشيت الحقيقة يعني ام ارمان قالوا خلعت المهمة اتي خربتك و تكتو اقلنا ودي يعني اذا ليه ريا صعبة عارفها الخلعة وصلت اتي خربتك اذا وان نجحة القياس ما صعبة دفد ارتاح ودلتا ارتاح 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 وحثت وياها انه في حالة يعني نجاح الانقلاب العسكري تعلن الوحدة مع سوريا ويكون الرئيس الاسد يكون رئيس الدولة الاتحادية الراحي ماذا يدخل اتبعوا الانقلاب ويقوموا مع سوريا يقول الاسد ورئيس العراق وسوريا هل تستطيع ان تكون كذبة ولكن نرى اتبعوا ان تكون حقيقة لا يريد ان تضرب بسيطة الابرياء ولكن لا تفهم شتيقة اتبعوا ان تكون بسيطة الابرياء لا يمكن ان تجدوا ان تجدوا الاتحادة نشوفوا اطفق قطة اطفق قطة اطفق قطة اطفق قطة اطفق قطة اذا كانت من أحدها المرأة اذا كان مرأة جبده في الأول كيف 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 تتفكر شو العجينة أبو هيتم راعي هيخطف الشعب بكرة الصبحية حسناً 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 يعطيك تيب كيوة صاحبكوشي كيب كيوة والله لا اعرف فلسطين الا من خلال فلسطين كله لا اعرف فلسطين الا من خلالك انا خدموا الورقات فلسطين خدموا الورقات فلسطين انت خطيت انا مجيوة عاطفين انتظر لكم والعمل بصراتكم اكبر من ان تقار وثوراتكم اكبر من ان تقار خيلا صاحبان انا قولكمд له انا ادار انتظر ان افضل مناخي واحدة اصبح انا بصداري ايها الاسب الواجباء تقريبا اليوم ايجاب ليطاكو كان لفرقه اللي قبطوة الطامحسين كانوا داخل معاهم وكان سنايبر في الجيش الأمريكي في ذلك الفرقة اللي قفته في سطة صاد جابليا التاكوس كان سبيشال فورس سبيشال فورس جابليا التاكوس اليوم صعب حيث عرطسو الراستورو المغربي واو العائلة دياله اليوم جايب لي التاكوس والصاد وراني تصاور دياله ديال الفرقة دياله مع سطة ورهو مليصاته وقلت لهم بوش ممكن بارتاج قليل اعتراع راه الحياة غريبة صعب وانا في هذا الوقيته الوقيته الفين واربعة كنت نغوت صدام ومع صدام وبقى فيها الحال والعلوج والقواد اخ الحياة غريبة صعب علش كنت مع صدام صدام ما صاحبه كان الرمز ديال العربة الرمز ديال الاسلام الرمز ديال القواده ضد المعتاد بالتأكيد بالتأكيد انت تظهر انت تظهر في الليسي مازال مراهق ما شغلك لا في الأكراد لا في النمي بيأتشرك ستكون مع ذاك اللي كيبلك والرمز ديال الرمز ديال العربة وهو اللي وقف حجارات وكذا انت مهلا خبركم صدام ما صاحبه دار واحدة فوقيسة صدام كان وش نو كان يقرأه ما كانش سيبرمان أصبا سيبرمان في ذاك شديل الميريكان كان الرجل اللي حارك هذا هو سيبرمان في هذا هو سيبرمان في العراق الدراري في اللي كانوا كي يتباعوا الدراري الصغار كان عنده موصطاش سيبرصدام اعترف ماذا يريد ان يعيش حياة رومانسية مع مراته ما هي الرومانسية اصعب كيف تجد ان تلقى بحل هذا الحب اصعب كذلك حرام هذا الناس لا يمكن ان تقوم بحلها حلذا البرتية الحراءة اخوة اصعب الطائرة العراقية الخاصة حاملة قائدا عربيا كبيرا الى ارض المملكة المغربية ففي الوقت الذي نزلت طائرة ياسر عرفات كانت الطائرة العراقية قد بدأت تنزل فوق ارضية مطار محمد الخامس بالدار البيضاء لا يحملوا صاحب المالك لا يوجد صدام حسين صدام حسين يصل اللحظة الى ارض المملكة المغربية صاحب النهايات ديالوم كيكا تكون مختلفة اصحبي كل انت يموت هل ما عليك وكل كي يموت اصحبي فارند اميريكان ولا تقدروا اصحبي في العيد الكبير اصحبي مش تعرفهم ولا تقدروا خيبين مراك ناواد وكليش الدور العراق من ابدا تقدروا اصحبي عدموه في العيد الكبير الناس العربة المسلمين كل شي تحتافل في العيد الكبير وهم يدروا افادك ما شاء العبروا لازموه حتيقارة صاحبي للدول العربية انا احسيت بها صاحبي ما عنديش معها دابة وكده ولكن اي فلت انه فهمتي ضربوا لي الكرامة ديالي في ذلك اللقطة نجيك من الاخر رئيس من اكبر رؤساء العربية غي قتله في العيد الكبير حتيقارة صاحبي ما تراجل انا ما نشوف الاختلاف معاه انا ما عنديش معاه ومعادكش اللي يداره ولكن كي عجبني شخص اللي كيكون مقود اللي كيكون فهمتي كان ضد المغراب كان كده ولكن فهمتي بعدها وقف على الصح تيعجبوني ذو كالرجال ما عنديش معاه ما عنديش معدكش اللي يدار مزيانة في دين امو ولكن فهمتي فاش كاتموت واقف كاتموت واقف دولي الدار البيضاء انا راق رايب يمونت لحسن تاني كي شربت الحليب كي شربت الحليب كي شربت الحليب في الدراء اسس ميزة nearest ميدرمك وكانت بحالك كالصفر صفر وكل وكذلك يدير لك الخيطة بصعبه يعود لك فيمزيتي التعاود معك حينما نتذاكر عن موضوع الحرب سودي بوحتي يهدر إلى خيطة بعل شيء حاجة لديل براء العراق كده أعطي يهدر بالعربية كو كان شيء موضوع للدارجة المغربة يهدر معك بالدارجة كان أول بودكاست الموجود عند هذا وذا أول بودكاستر الأول في المملكة ولكن كلما قربت الوقت أن عاصمة المملكة العربية السعودية الرياض قد يلا قد ضد الله قد أصيبت أجمع للسعودية أجمع للسعودية أعطي كي كانوا كيصليوا في السعودية أعطي كي كانوا كيصليوا في السعودية أعطي كي كانوا كيصليوا في تسعينة في السعودية هذه في السعودية هذه سلاة الفجر في الشرق للسعودية أولاً كانوا يصلي وفرش كانوا يدبس مع ستة بسينة قوي هذا أو المنامة أو البحرين أو الدم ممكن نجيب لكم التصويرات هذا الشيء نجيب لكم ذاك شيء من العنق بسم الله الرحمن الرحيم هكذا كماسة صاحبي وقف نهاية صاحبي هذا شيء كامل صاحبي نحن 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 هذا الشيء من الملك فيصل وذلك شيء مع إسرائيل مع دكستة صاحبي وقلنا إلى غادي حتى واحد لقد لم نقلنا له شي نهاية سعيدة لا يمكن أن يكون شيء واحد نهاية سعيدة نظل واقف نتلو قرار الحكم نظل واقف نعم واقف نتلو قرار الحكم استمع إلى قرار الحكم محكمة واقفة أي اسمع القرارات إيه واقفا كون واقفا وقفوا يلا جوزوا 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 منا جوزوا منا جوزوا منا لا تطويت قررت المحكمة الحكمة على المدان صدام حسين المجيد بالإعدام شنقن حتى الموت لارتكاق حتى العمد كجيما ضد الإنسانية وفق المازق ما عاش أولا بدلالة المادة الله أكبر ماذا كانوا يفعلون لكم الناس أصحابي لكي يصفتهم يموتوا كذلك هل كانوا يفعلون أصحابي تبنيه؟ كانوا يفعلون أصحابي من ذلك الكرسي أولا ثانيا ثالثا طابعا من قانون المحكمة الجنائية العراقية الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر وفق أحكام المادة 460 من قانون الحقوبات الرقم 119 سنة 1969 الآتل يعجبك شا الساد أن تتقبل الحكم دلموت بطريقة؟ أه؟ يس كار ما دكشي اللي دار لها دوك في دك النهار ولكن هدوك كانوا يصرصروا بالخوف زيروا خوف وجوه الساد هذا هو مختلفة هدوك ماتوا وكانوا كيسرصروا وكانوا تيبولوا في سروائلوا كيبكيو الله أكبر الله أكبر هدوك القاضي يقولوا قل شعار الحزب ولكن رجولة لا تتخلع لا تدهش لا تدهش مالة المادة سين المجيد في خبارك الأغلبية ذلك اللي كانوا دياوله وذلك اللي بعت هم اللي دخلوا مع داعش لا تدهش لا تدهش لا تدهش كم من المادة ماذا سأرى في الكمنتر لكل ظالمين يومين لا يحتسبوا الله يرحموا كل واحد ما هو المنطقة؟ كيف هو؟ مهم المنطقة 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 العراق أقوى خدمة يتحكم العراق أقوى خدمة يتحكم العراق أين أدفع ندر أخر شيء لاحظة القبض على صنعت نتصح ماذاником وطنعت أنه قابوا أخذنا في المنطقة ما كان المنطقة أكون المنطقة هنا كنت المنطقة أخبر يمكن أن يكون مراته من المثال أعتقد أن يكون أحيانا أعتقد أن يمكن أن يكون المنطقة منه. إنه يمكن أن يكون مكان واحد أعتقد أنه يمكن أن يكون مكان واحد لتخبره ولأنه كانوا يمتعون عنه 15 مليون دولار أو شيء العيب وهو يبيعهم ويخدع الفلوس ومشاه الميريكان أعتقد أن أولاده عدي كان صاحبه كان حكم عليه في الإعداء وليس صاحبه أبوه مبارك أعتقد أنه حكم عليه في الإعداء حكمته عليه أحكمه في جنايا في استجن ثلاثة سنوات معاقبة القتل الخطأ لوفاة خادم أبيه كامل حنة ونضع عائلة هذاك حنة يطلبوا بالإعفاء دياله مشاو عند ضباط يقول له عافك عفيا ولدك لدك تلت سنين للحبس حيث قتل لنا ولدنا اطلق صراحه من السجن ثم غالدنا إلى مجنف وبقى لمدة أسبوعين وعاد إلى العرق قتل خادم أبو الشخصي كامل قرر والده إعدامه القوى هذا صعب لكن والدته السجدة أرسلت مبعوثا دون علمه إلى الملك الحسين بن طلال الذي دخل على الفور حتى بطائرته وفجأت به ويطلبوا العفو منه لعدو أقسم الله يزر العراق إلا أن يستجبه لطلبه بغي قتل ولدو بغي قتل من خادمه بالإعدامة صعب ديجا عندو واحدة آخر دلك مشي مشكي دلك بغي قتل من خادمه بالإعدامة ومرت ومشات عيطات الملك الحسين من الأردن لتدخل شيخ تعرض إلى سبع محاولة اغتيال تعرضوا محاولة اغتيال خططها سلمان شيريف بينما كان يقود سيارته على بورش الدهبية في حي المنصور مسلحان أطلق مسلحان نار بناء على أوامر شيريخ من بطاقية جاموك طاراس كلاشينكوف تلقى عليه خمسين رصاصة وصيبه بسبعتاشر رصاصة وما ماتش الشخص الأول لحالتي كان شلل لأنه تعافى في النهاية ومشو هربوا الأردن سأضرب غدد مع والدي و أخيه ومشو هربوا الدبابات ومن بعد ذلك كانت 25 مليون دولار لا يوجد 15 مليون دولار المكافأة كانت 25 مليون دولار والذي باعه هو هذا النواف محمد الزيدان هذا النواف محمد وفي داعودي عرضت جتتهم على الصحفيين تم استهدافهم بغارة لذا ليس لهذا الدار لا أعرف هو الذي استضفهم عنده وفي الأخير باعهم 25 مليون دولار وفي الأخير كانت قصة أنه لديه الذي يشبه له شبيه عودي يعرفوا عودي بأنه شبيه اسمه لطيف يحيى لا يزال عيشة لطيف كان يقرأ معه ويجبير ويجبير أن يعمل كشبيه لعودي رغم عنه خضع لعملية جميل ركبوا له أسنان جديدة لكي يرجع لهم في أسنان بعد أن نجى من عدة محاولة اغتيال فرى يحيى من العرق في تسطنبر 91 إلى فيينا حيث تعرض في ثلاثة وتعليم وحياملت اغتيال وصيف خلالها بفق ناري مشاهر بصاحبين في فيينا ويجب أن يقتلوا الشبيه كتب يحيى كتاب كنت بنان للرئيس تم تصور فين بعنون الشبيه الشيطان في مالطة عندما تحصل قصة يحيى على الانتشار الإعلامي إلا عند الاحتلال الأمريكي للعراق أظن أن تكون هذا أو هذا أو قتل عديرة أو قتل أو قتل أو قتل أو قتل بدأت التسطن لم أكن أعرف أن سألوها هذا هذا في رأسي رابطة 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 لم أكن أعرف هذا قتلت هذا أنا خبير أصبح خبير في التاريخ العراق سأتأتي لأن أكون قلسة في مجمعها ما هي الأشياء فهمت فضيلة يسمي العائلة العثمانية نحن بعيد ترجمة نانسي قنقر